ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة حلقتنا النهاردة هتكون حلقة عن حصاد الكتب والإصدارات في عام 2022 كل سنة وحضراتكم طيبين برحب بدافي اللي منورني النهاردة في استوديو وحكا أنا الأستاذ مصطفى طاهر المحرر التقافي لبوابة الأهرام ومدير تحرير مجلة فنون بالهيئة العامة للكتاب أهلا بحضرتك أهلا بك معنا النهاردة وطبعا مبدئيا كده بنتكلم عن حلقة حصاد كل سنة وحضرتك طيب وزي ما كنت بقول في البداية الحقيقة أن هي كانت سنة مليئة بالأحداث الثقافية والإصدارات المهمة جدا اللي عيشنا معاها لفترات طويلة جدا خلينا في البداية نتكلم عن أهم الكتب والروايات من وجهة نظر حضرتك لعشرين اتنين وعشرين سنة مهمة بالأحداث والفعاليات كان فيها تواصل لريادة مصر المستمرة في عالم الكتاب الحقيقة رغم تحديات سوء النشر اللي بيعيشها العالم احنا لدينا ثلاث سنوات تقريبا دي مع أزمة كورونا اللي أثرت كتير على طبيعة انتشار الكتاب الورقي لكن إصدارات عشرين اتنين وعشرين وأحداث السنة احنا دايما كل سنة بنبدأ بيكون أهم حدث ثقافي في العالم العربي في شهر يناير ومعرض القاهرة الدولة الكتاب وبنختم السنة ونستعد المعرض جديد ما بين السنتين بقى في أحداث كتير بتبدأ بالمعرض وبتنتهي بشغل جديد يعني هيبدأ بقى روايات تحركنا لده احنا السنة دي كان في وجود مصري في قايمة البوكر رواية طريق إمام مكتة القاهرة ده كان من الروايات اللي نجحت أن هي تقدر يعني تعمل حركة بالنسبة للرواية المصرية والحقيقة أن الإصدارات الرواية المصرية السنة دي برضو أنا شايف أن فيه زخم وشايف أن احنا في فترة التحولات يعني دي فترة هتبدأ فيها نبدأ نشوف مرحلة جديدة بقى كمان من الأسماء جيل جديد بيشكل نفسه بقى نجوم الرواية المصرية في الأيام القادمة في الفترة اللي جاية طبعا هنلاقي طريق إمام هنلاقي الدكتور حتم حافظ هنلاقي فيه حاجات كتير وفيه مفاجآت على فكرة كانت السنة دي السنة دي كمان فيما يخص الرواية تحديدا النهاردة كان فيه السنة دي حدث مهم وهو تتويج الروائي والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد بجائزة النهاردة جميل مين من الكتاب الجدد اللي حضرتك شايف أن هم زهروا في عشرين اتنين وعشرين وإن شاء الله يكون ليهم نجاحات في السنين القادمة أنا الحقيقة أنا شايف أن فيه كتاب كان برضو مفاجأة كبيرة السنة دي وكان مفاجأة لها المستوى الشخصي مع جمال أبو الحسن جمال أبو الحسن أصدر 300 ألف عام من الخوف وأعتقد أنه هو طبعا له مقالات مهمة بتنشر في الصحافة المصرية وأنا برضو كنت متباحا بسرحة الكتاب بتاعه حتى استوقف الكثيرين خلال النصف الثاني من هذا العام ويعني أعاد بقى فكرة أنه إحنا إزاي أنه فيه دلوقتي أشكال دلوقتي فيه اشتباكات فيه تحديات في الكتابة فتحديات الكتابة بتخليك أنك إنت إزاي إمتى ممكن يكون فيه كتاب موضوع مهم بس هو يطلع عادي وإمتى بقى تكون كمان موضوعك مهم والكتاب يبقى غير عادي ويبقى شديد الجاذبية وتنجح أنك إنت دي معادلة طبعا في منتهى الصعوبة أعتقد هي دي أصعب معادلة وهي الحقيقة أنا دايماً بقول حتى للكتاب حتى الكتاب الجدد أنك إنت لازم أنه إحنا دلوقتي نتعامل دلوقتي دلوقتي بقى فيه سهولة في النشر فأنت لازم تتعامل بمسئولية مع فكرة الكتاب يعني إحنا فيه كتب بتاخد مننا سنة شغل وفيه كتب بتاخد 7-8 سنين يعني فيه حاجات بتاخد كده الكتاب مسئولية وده حاجة عابرة لأصور وهيفضل عليها يعني هتفضل ملتصقة معك فهو الحقيقة جمال أبو الحسن الحقيقة عمل مفاجأة في 300 ألف عام من الخوف ده أنا بعتبر أنه هو من الكتب المهمة